محكمة تيسم سيلت قضية تزوير تورط فيها مدير والصحة السابق وستة من أعضاء لجنة تقييم العروض ويتعلق الملف بمحظر صفقة تجهيز مدرسة شبهة طبية الجديدة حيث تم تعويض ممون بآخر دون احترام قواعد التشريع ومن بين المتابعين مدير مستشفى برج منعام السابق وطبيب عام ورئيس مكتب الصفقات ومدير سابق لمؤسسة صحة الجوارية وأيضا مدير فرعيد الموارد البشرية ومتصرف رئيسي سابق التمس وكيل الجمهورية في حقهم المتابعة القضائية إلى حين عرض الملف يمام قاضي المحكمة للفصل فيها